اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج ميجا ستار في مصر والوطن العرب النهاردة فناني طموح جدا فنان ومنتج ومعا كل اسرار صندوق الدنيا فانان الرائع عمر القاطي يلا نراحب بيكو انا عايز اعرف انت ليه سفت التمثيل وفجأة حبيت تقود تجربة الانتاج بعيدة قوي اولا هي الانتاج مش بعيد عن التمثيل ما هو جوا نفس اللعبة يعني احنا خلينا نتفق انه انا ما روحتش عملت مصنع بلاستيك حاجة ملهاش دعوة خالص بالموضوع لا بالعكس فكرة طبعا انه جوا تخصصاتنا جوا المهنة كل حاجة وليها العالم بتاعه الانتاج للعالم بتاعه والتمثيل للعالم بتاعه لكن اقدر اقول انه الانتاج ممكن يبقى مهم جدا بالنسبة لنا في المرحلة دي لانه احنا ممكن نكون محتاجينه قوي محتاجينه لانه الصناعة محتاجة دم جديد محتاجة جرأة محتاجة حد يخلق لاين جديد لعلاقة بأفلام السينما محتاجة حد يتحمس لمخرجين جدادي يخلق دم جديد من مخرجين وسيناليستات ويعمل حالة تفريخ للصناعة نفسها من وجوم صف اول وثاني ومهنسين ديكور العالم كل اللي موجود جوا الصناعة انا الحقيقة طول الوقت كنت بعود افكر في انه انا شايف انه عندي حاجة ممكن اقدر اعملها يعني الفكرة بتروضك من بدل ان انت عايز تنتج اه وانه انا دايما بفكر في انه انا كممثل ممكن يبقى عندي مشروع اعايز اشتغل عليه عايز اقدمه قصة عجبتني فعايز مش قصة عجبتني بس ممكن تبقى قصة عندي انا اساسا اه ممكن فيلم ابقى شغال عليه مع المخرج كمشروع هو مرشحني لي وهو بيبحث عن او يعني خلاص داخل على التجربة الانتاجية مع شاركة او اخرى بيتعثر وده اللي حصل لصندوق الدنيا اه ده اللي حصل لصندوق الدنيا كانت سنتين او ثلاثة تقريبه اه بالزبط كنتم شايرك كممثل وفجأة لقيت منتا فجأة بقى لقيت انه طيب طرار غريب شوية اه لانه انا بصراحة دايما بدور جوا السينما على رصيد يخصني انا كعمر يعني عايز اعمل رصيد ابقى طول الوقت ببحث في انه اعمل اعمال سينمائية ابقى شايف انها بتضيف لرصيدي كممثل تماما فلقيت انه ده مش هيبقى متاح لي كممثل طول الوقت لانه يعني الممثل عرضة لللي بيجيله مش اللي هو كمان حابب ان يعمله كعمل كشخصية انا بيتفرد عليك العمل لما بيجيله مش بيتفرد مع الممثل عن لي الحرية المطلقة في النوية او يرفض بس بحكم الشغل دي وقتي انا بطرا قابل اه suffer لا بالنسبها لي شوية ذناغين اشفى فلا اعدمك بارفوق احيان لما تبقى حاجه انه مش شايفه انها مناسبة بس في حسinel عمدي تجربته للنتاجل فيلم دا التحديد كان من سنتين أو من ثلاثة كنتا باحسارك اكيد فيه مشهد معين يديك الجرءة انه انت تمسك الفيلم دا بالتحديد صندوق الدنيا وانت فيه كممثل انت ا عنبيك مونتتنج أكيد في حاجة حصل لا هو مشهر السيناريو كله على بعض السيناريو عجبك طبعا السيناريو كله الدور بتاعك أو نطوش ما عجبكش حقلت لأنا هعمل الفيلم ده هو تحمسي للإنتاج مش فكرة الدور بس لا طبعا فكرة العمل ككل لأنه في الآخر دور عجبني أهلا وسهلا بس في الآخر أنا يهمني فكرة العمل المتكامل أنا شايفه برؤية شكل العمل إزاي الرؤية الإنتاجية لها إيه لأن أنا بشتغل منتج بروح الممثل مقامة دي بقى مختلفة شوية إزاي الممثل اختلافك في فكري أنت كعمر أو كأي فنان وهينتج إيه اللي بيفرق عن المنتج نفسه يعني أنا منتجه بس بس مش بمثل دلوقتي أنا بقيت منتجه ممثل في نفس الوقت إيه الفرق أنت كفنان بتضيفه يمكن تقدر تقولي مثلا روح المغامرة في فكرة الاختيار فكرة التفكير في كل عناصر الفيلم بشكل أو بآخر ممكن يبقى فيه منتج آخر بيفكر زي وفيه أساتزة كبار طبعا وفيه منتج آخر يبقى حسبها حسبة استثمار مادي بالدرجة الأولى لأنه أنت بتحسب أنت عايزة إيه أنت عايزة تعملي فيلم فنيا وسينمائيا يتم تقديل فيه مشاعر الفنان مش المادة وبس لا المادة جزء مهم مش هنقدر نتغاضع عنه عشان ما نتدعيش المسالية لأن في الآخر لازم المادة موجودة لأنه في الآخر استثمار لازم في الآخر الفلوس ترجع عشان خاطر تقدر تكملي المسيرة لو أنت حابة تكملي فبالتالي طيب أنت هدف حضرتك كان إيه أنا هدفي إيه هدف أن أنا أخلق حالة إنتاجية لها علاقة بها أنا شايفها أعمل عمل والتاني والتالت وفي نفس الوقت أبقى في الآخر بدعا جوة صناعة السلام بس هو قصة فيلم سندوق الدنيا بالتحديد يعني عجبت ناس كتير المقاد وناس كلها أشهدت بيها وعجبت الجمهور كان إيه السر في ده في سندوق الدنيا بالتحديد السر الإخلاص يعني إحنا اشتغلنا على الموضوع كهيس اشتغلنا على الحقيقة يعني أصرنا أن إحنا يبقى معنا مجموعة باقة كبيرة من الممثلين الكبار زي رانيا يوسف خالد الساوي باسم السامرة طبعا الأساس الكبار كله أستاذ صلاح عبد الله أستاذ صلاح عبد الله أستاذ صلاح عبد الله أستاذ مكبال علاء مرسي مجموعة هيلة بصراحة مجموعة مبيرة وفرح يوسف يعني الحمد لله حتى يعني اللي كانوا أمين بضيف الشرف كانت أسماء جيدة جدا والحقيقة كانوا بضافة عادة ما بتجتمعش بسهولة في فيلم أو في عمل كان مكلف دي ولا كان الموضوع عميزاني أكيد ما فيش عمل مش مكلف لكن هو مكلف في الإطار اللي أقدر عليه لأنه هو في الآخر أنا بتكلم في العمل بشكل واضح وصريح أنا مش هقدر على كده أنا مش هقدر عمل غير كده يعني كان في تعاطف شوية أنت كفنان في الأول تخوف لأنه أنا شركة جديدة وأنا مكنتش أعلنت عن نفسي كمنتج أنت السر بقى أنت ليه مسلت وأصد أن أنت متعرفش جروب الفني اللي معك اللي هم زملائك في الأصل أن أنت المنتج عشان ما حطهمش في منطقة حرج لأنه غالباً بيبقى فيه تخوفات من الشركات الجديدة تعصرات بيبقى أمور مادية بحتى بقى لها علاقة بأنه ممكن يحصل تعصر فما يخدش بقية حقوقه فلما يكون زميل وهو عارفه طب حيبقى تصرفه معزة يعني منطقة فيها شوية حرج أنا كنت حابب أشالها وفي نفس الوقت كنت من البداية كده مش عايز يحصل دبيت حولت فكرة أن أنا بنتج أنا بنتج بحب أن أنا عايز أعمل عمل فني وعايز العمل الفني ووصلنا عمل فني بعده يعني مكنتش حايلة أنت المنتج اللي هو ليت كورنر معين لأنا بكعمل زي زيكم مش موضوع كمونتج طبعاً طبعاً وقصتش للزاوية لا وبص على المساحة اللي أنا فيها وبص على المساحة لأن أنا مهتم بمساحتك كممثل بالمناسبة لأنه في الآخر هو لا ينفصل أنا في الأساس الممثل مش الأساس المنتج المنتج ده إضافة للممثل لكن في الآخر مش بنتج عشان خاطر أروح أعمل نفسي أحط نفسي في غير مكاني أبقى ليدر المدير بتعلقه إشاء أتحكم فيه براحة لا لا خالص بالعكس أنا كنت عامل سياسة كده ليها علاقة بروح التعاون الكاملة لأنه هي الفكرة كلها أنت بتحط الفلسفة دي عند الناس فبيصدقوها لما تكون مخلصة لها يعني فكل الناس شافت ده وحسته وصدقته فبقى من أول الفنيين الإضاءة للفنيين الكاميرا لمورق الكاميرا عموما عشان ما بقاش بنس حد الإنتاج بيلقوا سبورت من الجهة المنتجة وموجود معهم في اللوكيشة نفسي يقدر بطلقوا بيجيني بمدي إيدي معهم في كل التفاصيل وبعالج معهم كل المشاكل مهما كانت دقيقة أو مهما كانت كبيرة طب عمر قاضي السكريبت بتاعه من سنتين بقى حاجة تانية بعد ما بقى منتج ضفت حاجة الورق ولا هو هو الدور هو هو كممثل يعني رجعت للمخل هو هو أنا مش هزود حاجة عشان أنا المنتج نعم خلص هو هو نفس السنان بيحصل ساعات بيحصل ساعات بس يعني أنا ما حصلش عندي الحمد لله عندك رضاء شوية نفسي إنه أنا الدور هاخده زي ما هو أنا مقتنع باللي بعمله ما هيقى الفكرة كلها أنت هدفك عايزة ما بنالوا علاوك بس أنت استقال من سنة ساعات بيكون الفنان مجبر أن يعمل دور فبالتالي بيلجأ إنه هو يبقى منتج دلوقتي إنت عاكستها لو ألا الدور كان عجيبني ألا ما غيرتش فيه أه بس هو بيلجأ يبقى منتج عشان يمثل لأ دلوقتي أنا بديت الحديث مع حضرتك بقول لك ليه فكرة الإنتاج وليلا أو زيدان تتراضي علي قلتيه ساعات الفنان دلوقتي بيقبل وساعات ما بيقبلش ده بالنسبة اللي بيتعالد عليه كممثل أه بيتعالد عليه كممثل أه بيتعالد عليه كممثل أنت دلوقتي كمنتج وممثل وفي نفس الوقت أنت مضفتش حاجة يبقى دي حاجة كويسة أه الحمد لله تمام أه مختلفتش كتير لا أنا أنا من البداية خالص وأنا مؤمن باللي بعمله كدور وكمساحة وفي نفس الوقت مؤمن بالسيناريو جدا والمشروع ومؤمن بعماد البهاد كمخرج فبالتالي مفيش حاجة عندي يمتغر طب أنتوا بتصوروا أثناء إن كنتوا توقعوا أن أنتوا هتوصلوا لمرحلة عايزين يطلع بأحسن صورة عشان يوصل للمهرجات ولا عشان خاطر يبقى مدية لا بصي هقولك على حاجة مهمة قوي إحنا بمفكر في العمل الفيلم كفيلم إحنا عايزين يبقى في أفضل حالات ونقدر نوفر له الإمكانيات اللي نقدر عليها عشان خاطر نخلي رؤية المخرج هي اللي بتتقدم بشكل حقيقي في الآخر يعني بتكتهدي إنك تعملي كل حاجة بأفضل شكل هي طلعت إزاي بقى ده حكم الجمهور وحكم النقاد النقاد أشهدوا بالفيلم الحمد لله وكتب فيه مقالات كتير جدا الحمد لله والجمهور كمان أشهد بيه كان فيه سر غريب في تعاون العمل نقدر نقول حظ ولا كان تعاوز ده بص أنا مش مؤمن في الجزئية دي بالحظ أنا مؤمن في الجزئية دي بالاجتهاد مؤمن في الجزئية دي بأن انت بتبص المشروعك ازاي بتشغل عليه ازاي بتحضري ازاي بتفكر فيه ما بعد الانتاج مرحلة بقى البوست تقدري تقولي انه حوالي سبعين في المائة يعني بس طبعا الجزئيات الأخيرة ممكن في وقتها كان كنت باعد اتفرج يعني باعد اشتغل على التفاصيل بشكل ده لان كنت على فكرة عندي أفكار بفكر فيها من غير ما بعندي خبرتها قوي يعني فبا اكتهدوا باسأل أهل الخبرة طب بالنسبة لعمر المنتج بعيد عن الفنان اخترت الفنانين في الفلد ولا سبت المخرج هو اللي اختار لأ كنت معاه في كل التفاصيل الحقيقي كان اختيارك ليمين ومين اخترحت ليمين كان اختيار لا كان كل الفلم يعطبر يعني انت اللي مختارهم شخصيات مش اختارهم شخصيات بالتوافق يعني انت بفكر فقاله فلان ولا فلان طب لا ممكن فلان طب ايه ده بالمناقشات مين اللي اتفق عليه انت في نفس السؤال المخرج معك اللي هو لا الشخصيات دي انت اتفقت عليها في نفسي في توقيت كان مين يعني غالبا غالبا كله هو يعني ما اعتقدش انه في حد من البداية خالص كان فيه اختلاف عليه يعني حتى الاسم اللي كان بقلينا هو في الاخر احنا بنقول انا لانه مش متذكر يعني مثلا زي دور بس مستمر يعني يعني مش متذكر انه مثلا مين فينا قال خالد الصوي الاول او مين فينا قال رانيا الاول يعني مش مش هبقى متذكر ده لكن ما حصلش اي خلاف لان اصلي توافق الفكري كان على شخص مين يعني بس مستمر ناس كتير قوي كان بتتكلم على دوره لا الدور ده ما كانش ينفع الالباس مستمر احنا توافق عليه انتو الاتنين بنفس خوين الحمدلله طبعا لا بسم ممثل كبير ونجم كبير طبعا ووجوده بالنسبة لنا اضاف لنا كتير او الفن حقيق يعني طب ممكن ناخد فصل ونرجع تاني اكيد وصل ونرجع تاني موسيقى ورجعنا لكو تاني مع الفنان والمنتج الرائع امر القادي نكمل كلامنا عن الفن احكي لي اختياراتكو كانت بالنسبة طب بالنسبة الفنانة رانيا يوسف كان اختياركو عليها ازاي كدور هو من البداية خالص على فكرة هو من البداية خالص كان تفكير عماد من البداية خالص في اتجاه رانيا وانا لما اتقال بتقال ان رانيا طبعا مفت يعني رانيا موسلة جميلة ونجمة كبيرة يعني فاكيد عمر ما هرفض لا يا موسلة شكل واحد مستهدة جدا وهي كمان لايق على الدور اول حقيق وهي عملت الدور بشكل جميل وكانت كمان شغلو كمان في اسم البرد وكان فيه كواليس من الفنانين عايزين نروح نسمحها منهم ممكن نسمح الكواليس من الفنانين وبكده بنكون شوفنا قراء الفنانين عن الفيلم سواء الاستاذ رانيا او الاستاذ خايدة عبدالله او استاذ خالد الصال وانا رجعتين نتكلم في صياغة الفيلم ايه اصعب حاجة قبلتك الاول كمنتج في الفيلم اسناء الانتاج كنتش عامل حسابها وسط البلد ايه بقى اللحظة يعني الفيلم كله خارجي ووسط البلد انت تشارفها طبعا انت بصور فوسط الناس ووسط المحلات في عندك اجراءات امنية مشددة في عندك تفاصيل كتير معاكي معدات ومعاكي ممثلين ونجوم الناس بتحبهم ومعاكي مجميع كتير ربع قوية قوي وسط البلد طبعا بحسنش بقى فيلمها نادرا كونت جاهز لها زي لا واللي بينزل بقى عمل حسابه انه هينزل يوم تصوير يومين تصوير ومش مدة الفيلم كلها والناس تعاونت معاك وكانوا متفهمين الحقيقة اه يعني الحمدلله انا كان الحمدلله ربنا اكرمني بكاست انتاج شاطر جدا ومتعاونة وكلهم شباب عندهم حماس والتجربة كانت فرق معاهم ومسدقوها وكانوا عايزين يثبتوا نفسهم بها وده كان جمال التجربة وكمان كان فيه رابي بن عمري سعدة رابي طبعا رابي حبيبي طبعا ايو اخبره ايام مس التجربة معاك جميل جميل وموهوب وبعد ما انشبه اباه فما ظلم ده اكيد من اللي مرانه انت ولا بابا لا طبعا انا في الاخر عندي هم الانتاجي وهم التمثيلي فلا فيه ناس تانية طبعا مين اللي رشحوا للدور ده الحقيقة كان فيه كاستين وشافه رابي وشافه اكتر من حد لكن عماد اقتنع جدا برابي وكان شاف هو الانساب بس اظن ده كان اول تجربة له لا هو عمل اكتر من حاجة هو كمان عماد كان مصر انه هو عايز يعمل الدور ده دور عالي ده كان عايز حد يكون عنده سابقة يعني نواف قدام الكاميرا واشتغل اكتر من مرة عشان خاطر يبقى فيه تعاون سهل معاه لانه احنا بنصور في شوارع فالمسألة صعبة شوية نبعد بقى شوية عن عمر يمونتك نرجع تاني لعمر الفنان ليه بعدت عن السلاحة الفنية الفترة اللي فاتت والله يبصي هقولك على حاجة ما فيش ممثل بيه بعد فيه ممثل اما بيتعالد عليه او ما بيتعالدش عليه حاجة وفي نفس الوقت الواحد بيحاول يحافظ على اللي عمله قبل كده بانه يفضل يقدم كل ما هو جيد وده مش متوفر دايما لكن اقدر اقول انه في الاخر انا مش برفض وخلاص او مش مؤثر الحكاية يعني في الاخر المرحلة الاخيرة اللي احنا فيها الكام سنة اللي فاتوا كان شوية عملية الانتاج كان فيها شوية تعصرات فطبعا ده شوية خلنا الحكاية يعني فيها ازمة الى حد كبير لكن في النهاية انا يعني كان عندي فيلمين كبار وخلصتوهم وبعدين بقى عندي ابو عمر المصري وبعدين وكمان شارعب عزيز شارعب عزيز طبعا شارعب عزيز جزء الاول والتاني بس ده ممكن شوية من فترة طويلة شوية انطباعك في الفيلم كان مختلف شوية الكاركتر بداع كان شخصية مركبة شوية من سنة عادي بقى في المسلسل انا شوية بميل لفكرة انه التنوع مهم جدا يعني وده كان جزبني جدا في شخصية حاتم اللي كنت بعملها في سندوق الدنيا لما رشحني ليها عناد عجبني جدا الشخصية وشايف انها اطار مختلف تماما ممكن مقربتلوش خالص طول الوقت او ما ترشحتلوش طول الوقت بس دايما فيه كنتي بينك وبين عمر يساعدك كده في التمثيل تحس مختلف شوية عمر حبيبي بقى يعني او فبتكونوا موجودين مع بعض بص يا هولي انا بصدقك يعني بزيادة هقولك على حاجة هي اقرب للكيميا يعني فيه اتنين لما بيشتغلوا مع بعض بيحسوا انه هما قدروا يدوبوا في التفاصيل ما بينهم بعضه هما شغالين ففيها اجتهاد فيها مصدقية وفي نفس الوقت الحمد لله يعني الشغل بتاع المسلسل عموما يعني بساعد تأثير بس انت كنت قبل كده يا عمر كنت قبل كده في مجال السياحة ايه اللي خرجت اسم مجال السياحة عمر ما اشتغلت في مجال السياحة انا خريك سياحة خريك سياحة في وناك اه عمر ما اشتغلتها يوم اه وفجأة بقيت بتحب الفن هل ده ام وانت صغير بتحلم تكون فنان نا خالص انا من ندرسها ايوه طموحك من صغره اه اه وبعدين لما خرجت كملتي سياحة في وناك وبعد ما خلصت سياحة في وناك دخلت المعد عادي الحلم فضل يروضك لغيت ما كبيرت اه لا يعني دخلت بقى كملت عادي كان اول دور لي كان ايه بقى بعد ما خلصت اول دور انت قدام اول كاميرا اول كاميرا اول كاميرا على ما اعتقد كان كان مع الاستاذ احمد تمطاوف كان مسلسل اسمه القضاء في الاسلام اعدتك هومر اه لا ما اعتقدش ان اعدت كتير او ما عدتش اصلا لانه كان الحاجات صغيرة اول دور خدت فيك اشتغلت مع احمد زكي والله يرحمه نور الشريف رحمه الله انت فزت بتجربة ناس من الجيل كله تمنوا انهم ما يشوفوه مش يقفوا قدامهم استفدت منهم ايه؟ من الحاجات الجميلة اللي حصلتلي في حياتي مثلا انا كمان اشتغلت مع الاستاذ العملاق محمود مرسي مثلا اعملت معاه بطول التحواء ايه كان اسمه ايه المسلسل بنات افكاري اخرى المسلسل تلفزيونية بالتأكيد السينما ليها بريق وليها سحر وهتفضل كده طول عمرها ده اكيد بس ايه اللي بيميزها عند عمر؟ شخصي اللي بيميزها طبعا عند عمر بشكل شخصي طبعا طبيعة الصناعة بشكل عام وفي الاخر الشاشة الفضية دي عظيمة في الاخر بشكلها بتركبتها بتناول عمل نفسه وده اللي تربينا عليه طب بما هنا انا بنتكلم عن الصناعة شايف الصناعة راح افيني الفترة الجاي والله انا شايف ان الصناعة شوية محتاجة ايدين كتير تتمدلها ايد الدولة وايد رجال الاعمال والمستثمرين انا شايف ان طول عمر السينما هي من اهم وسائل القوى النعمة بتاعت مصر دي جزئات بيرة جدا محتاجة انه يبقى فيه عمر يبقى عنده جرء انه يخد التجربة وسين يخد التجربة وصادي لانه استاذ احمد زكي انتج استاذ نور الشريف انتج استاذ فعيد شاوي انتج الفكرة مش عمر عمل معجزة ولا عمل حاجة جديدة انا عملت بادرة في توقيت محدش عنده جرء ان يعمل ده بس الاكتر ولا اقل في سن صغير يعني الحمد لله لكن في الاخر اللي انا بتكلم فيه انه احنا كمان محتاجين رجال اعمال يمد قدين مصر النهاردة فيها 500 شاشة لا محتاجينهم يبقى 1000 محتاجينهم يبقى 1500 نبعد كمان عن المركزيات بس الناس قال انا انها تكون تقلبها وتفشل فاجين بصي بقى فيش حاجة مفيش حاجة مفيهاش رسك الانتاج فيه رسك هتفتح الكافية فيه رسك هتعملي مصنع يبقى فيه رسك في الاخر انت بتخطط ازاي وعوامل السوق ايه الدولة كمان محتاجة تساعده على ما اعتقد الدولة عندها مشروع كبير لعلاقة موضوع السينمات ده يعني هنسمع عنه قريب ده مهم يعني فكرة كمان ان الصناعة تبتدي يبقى فيها منافسات طب هل الوضع يسمح ان احنا فعلا نبدأ نعمل ده دلوقتي حاليا في توسع في المجال السينمائي لا هو لسه مفيش توسع بشكل كبير احنا محتاجين رؤوس اموال تضخ في السينما بشكل كبير ويبقى فيه انتاج كبير على مستوى على مدار السنة يبقى عندنا لان احنا على فكرة احنا رقم احنا 100 مليون احنا لو يعني بلاش احنا لو 3% من الشعب 100 مليون دول عنده قدرة انه يطع تسكرة السينما ويخش لانه ده نوع من انواع هي من انواع الترفيه الاساسية عند الناس كتير قوي مش فكرة الترفيه على فكرة السينما طول امرها ترفيه ووعي وثقافة في اقرب شاشة للجمهور نقدر نوصل بها حاجة سلبية او اجابية على فكرة احنا لو عندنا اشكاليات ليه علاقة بالجهل والتطرف ونعدم الثقافة جزء كبير جدا من اللي اقدرنا على الكلام ده السينما والمسرح والقراءة يعني انا انا شايف انه احنا محتاجين ندعم هذي الاشياء كان زمان السينما بالنسبة الاجيال التسينات والثمانية بالتحديد كانت بتوصل رسالة لكل البيوت في مصر كانوا دايما بينقشوا قضايا مهمة ده مفتقدين ودلوقتي ممكن طبيعة الحاجات شوية مختلفة ليه علاقة بانه ايه المواضيع اللي نتناولها العنصر الجذاب للجمهور اكتر ايه ممكن المنطق التجاري شوية غالب على المنطق الفني اللي ممكن يبقى عنده جرأة في انه بينتج اعمال ما هي ده الفكرة التحدي انه طول الوقت يقولك هو فيلم مهرجانات ولا فيلم تجاري هو فيلم يعني فني سينماي ايه قوي ولا فيلم للناس تخش تقطع تذاكر يا جماعة ما فيش فرق المهم في الاخر هو النهاردة اقصاص عاطف الطيب الله يرحمه لما عمل الحبه فوقه بتلهرم وعمل الدنيا على جناحي امامه و يعني ارض الخوف مثلا اقدر احسبه انه فيلم هو تجاري بس ولا فني بس لا ناجح ناجح طبعا الفيلم فيلم في النهاية انا ضد التقسيمات وضد التصنيفات خلي الناس هي اللي تقسموا تبقى حابة تخش مش عالزم كل حاجة قدمها هي الكوميديا بس لا بس انت فيلم انت بالتحديد لو احنا نتكلم لا كان بناقش اضايا كتير حلوة وكويسة وفاديت الجمهور دي اللي النقاط كلهم كانوا مفقين عليه الحمد لله بدأنا نرجع للقصة بتاعت زمان الافيدة وعي للناس يعني دلوقتي غالبا يا فندم ويبقى فيه نقدرش نقول بلتجة انا غير بقول الشاشة نفسها وحنا بنتكلم عليها كفنانة ما بيطلع على الشاشة بقى بيحس نوا بيروج البلتجة للاطفال يقولك انا عايزة بقى كذا ويتكلم بطريقة مش مناسبة دي اتهامات ولا الممثل مظلوم ولا هو الاسكريبت اللي مكتوب كده انت رؤيتك ايه في اللي بيحصل ده اول حقيقة مش عايزي بتظلم الممثل 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 مالوش دعوة غير بالسيناريو والشخصية اللي جايانه بغض النظره هو وافق او رفض ده السواق ده اللي هيعمل ولازم يمثله صحة وفق الكتابة او الدراما اللي متقدمة لا بس فيه يا احمد عندك احمد الاحمد السقق احمد حينو ساعات بيعملوا ادوار دي بس مفتوسطش في طريقة مباشرة ان الولاد يقلدوه فيه العكس بيعمل ده والولاد بيقلدوه ومفروض نلغي ده تماما لا انا ضد الغاء حاجة في الفن الغاء حاجة في الفن ان هي هتوصل لمعلومة غلط انت مفيش حاجة يسمع الفن مش معلومة الفن مش معلومة احنا مش طالعين بنعمل درس في سنوي او بنقدم كتاب لمراجعة سنوية لا انا قصدي رسالة بنقدمها للمشاهد حتى بمنطق الرسالة حتى بمنطق الرسالة دائما حتى فيه اختلاف على فقراء كتير جدا على منطق الرسالة احنا بنعمل عمل فني بنعمل عمل فني فيه ما وراءه اسئلة اسئلة فلسفية واسئلة وجودية وبنطرح عمل درامي بيقدم حاجة ليه علاقة بالواقعية انت عندك مرحلة تقدم فيها سينما عظيمة جدا ليه علاقة باسد كبار النجوم واسد مخرجين كبار كانوا رواد الواقعية الجديدة وكملوا من بعد واسد صلح ابو سيف واسد عطف الطيب واسد خيري بشارة واسد خان دول اسماء كبيرة اعمال ضخمة وعظيمة السينما هي نعمة السينما النعمة وتوقضة معنا دايما بيوجود بيبقى موجودة مصر بيعايزين يورروا الصورة السيئة معان بلدنا كويسة جدا وحلوة جدا بيبينوا منها العشوائيات والطريقة الغلط الناس بتاخدوا الصورة كده دوليا انا ضد النظرة دي مفيش حاجة اسمها انا بصور الصورة الوحشة والصورة الحلوة مفيش حاجة اسمها ابراز في حاجة اسمها انا بقدم دراما اللي هي علاقة بعمل سينمائي في الاخر انا لو طالع وشي محروق مش هجمله عشان خاطر اقول هو المقصود منه ان انا كن محروق لا يعني انا بقدم الفيلم بطبيعته بشكل الدراما بتاعته عشان اخلق فيلم سينمائي بس محروق دراما ما تكونش طالعه بالصورة لا فكرة ان انا لا فكرة ان انا هعد اقسم الدراما عشان اقدم ايه الحلو اللي ممكن يبقى شكله بالوان الطف السبعة لا مش هجسمها هكذا ازاي؟ ازاي طب احنا اتقدم اتقدم فلات احنا انت الوقت كما انت هتبص الاول حاجه هتبصه على القصر اذا كان الجمهورة يستفاد منها او لا لا صح؟ مش هيستفادوا الفكرة مش فكرة استفادة تقرسالة للجمهور انت بتقدمي عمل يعني انا هقولك على حاجة مهمة مثلا لو ما نيجي اسكرلك مثلا على سبيل المثال صار صار فوق نميل استاذ نجيب محفوظ؟ عندنا خلاف عليه؟ هو قاعد بيقدم مصر بشكلها المتماكيج ولا مقدم رواية في جواها حكاية بابسط الامور من غير ما نوض نقعر الحكاية جواها حكاية ورواية قدرنا ان احنا نستوعبها كرواية في الاساس وبعدين تحولت لعمل سينمائي تعمله سيناريو وحوار من وحي هذه الرواية وبالتالي الفكرة فكرة انه انا ببقى شايف شيء في اللي بقدمه مش لازم الشيء ده يبقى وراقه بقى انا هقدم مصر شكل عام زي مصر جميلة من غير ما انا هقعد افكر بس سبحان الله كان تحس انه بيقدم اللي هو الرواية انه متقلدهاش في شعور كده على الكاميرا بيحصل زي من كان متواجد لا دي رواية يا جماعة الناس دلوقتي بقت يعني حب التقليد وعمالة تعمل حاجات ممكن تشوش عيون الاطفال يعني مثلا نشهد مش كويس ممكن نخلي مثلا ابن اختي متفرجش عليه عشان ما يبقاش في زهنه لو جداني انا في فكرة الاطفال انا معاك يعني الجزائي اه الجزائي اللي هي بتكلم فيها في فكرة الاطفال طبعا انا معاك لانه ده سن شوية وعيه لسه بحدود فلازم اقدله كل ما هو محدود على قدر استيعابه لكن في الاخر لما نتكلم عن عمل سينمائي تترحي في السوق بشكل كبير ليه علاقة بجمهور واسع هيدخلوا في السن العشرينات والتلاتينات والاربعينات والخمسينات والسبعينات الى ان يشاء الله لحد ما الناس كلها ربنا يديها طلط العمر والصحة ففي الاخر انا مش هعد اختار العمل اللي يناسب السن وهو في الاخر ممكن يشوفه ازاي الجمهور ليه مطلق الحرية يرى ما يراه وليه حق التقييم وانا كمان ليه حق الاختيار في ان انا ابقى بحترم المشاهد بحترم وبدانه بحترم عقله اختار الاول اللي انا عايز اقدمه وهو في الاخر ليه حق ان هو يعني يستقبله بالشكل هو شايفه عجبه وما عجبوش احنا بنكتهد اولا واخره بنكتهد بس نكتهد نبقى يعني نبقى ان احنا دلوقتي متوافدين بيتناقش على قصة الفيلم وهنكون معنا منتج هو متحكم الرئيسي خلينا نتكلم يعني بوضوح المنتج هو المتحكم الرئيسي في الفيلم رسالة انت تقدمها لأي منتج ياريت يكون مثلا مفيش في عمف مفيش في وجدان الاصفال ميتشوهش اقدر اقول مثلا اتيب التليزيون مفتوح ويتفرغ اديني الرشتة او الباسبورد ان انا اتيبه على الشاشة ما تقبصي اقولك على حاجة السينما كعنصر انترتامنت موجود في العالم كله موجود في كل الانواع كل الانواع موجود في الاكشن موجود في الاي والاي بلاس والبي والبي بلاس والسي ده موجود في العالم كله مش في مصر بس يعني انا مستيلا على السحر ايه الوقت المتواجد دلوقتي العكس عصدك المنتشر بشكل اوصر طب يلا نحط البديل يلا نحط البديل بس احط البديل انا ابتديت انت كده ابتديت هتكمل على كده هتكون رسالة فيها ناسبها للمشاهد والجمهور يستفد منها فيها فيلم يحترم الجمهور ويحترم الجمهور فيه فيلم يحترم الجمهور لما تخشي يبقى عندك اداة المتعة الحسية والبصرية وانت بتتفرجي على الفيلم شايفة موضوع عاجبك بغض النظر عن تقييمك لي ايه او تحليلك لي ايه شايفة تمثيل شايفة شكل كدر حلو شكل مزيكة جميلة بحلو جدا ويعني يسعد اي مشاهد بس دايما كان زمان زمان تقول نجيب محفوظة فيه غيرهم كتير عظماء طبعا عملوا افلام نقشة قضايا مهمة وبناء عليه منزل قوانين ليه ان فعلا يعني مثلا فيلم بتاع فريد شوقي لما قال وعد شرف فيه قانون نوزل في ده بديب التحديد انت كده وصلت معلومة كان فيه الفيلم بتاع الاستاذة فاتن حمامة اللي هو اريده حلا فيه كتير فيه حاجات كتير او متواجدة ليه ده مش موجود دلوقتي بحيث انه يساعد يكون مثلا قانون احنا نقش قضية مهمة جدا يمكن طبيعة المرحلة شوية فيها اشياء كتير جدا متضربة المواضيع بس تنصح بيها ما فيش حاجة منصحش بيها يعني كل اللي يقدر يقدم شيء بشكله الجيد والمختلف ده دي مستى التنوع انه اكيد اللي عمرة هيقدمه غير اللي سين هيقدمه غير اللي صاد هيقدمه وكله ليه الاحترام على مجهوده وعلى شغله في الاخر احنا عايزين نبقى متنوعين عندنا حق المنافسة ان انا النهاردة ابقى قاعد وموجود مع ممثلين اصدقائي انا بمثل في فيلم وهو بيمثل في فيلم وهو بيمثل في فيلم وده بيمثل في مسلسل عندنا شخصيات وعندنا تنوعات وعندنا دراما هي دي الصناعة اللي احنا عايزينها في الاخر مصر اللي كانت بتقدم في رمضان لوحدها من ستين لتلاتة وسبعين مسلسل مصر بس ممكن اخفض عادر عادر واصل ونرجعت هنا ورجعنا لكم من الفواصل مع الفنان والمنتج عامر القاد كمان لي بس ستين مسلسل دلوقتي عندنا ستين مسلسل دلوقتي العادة تتقلص احنا محتاجين تتقلص لانه شوية بقى المنتجين الكبار شوية تقلصوا عدد اعمالهم او شوية بقى عندهم وجهة نظر في العملية الانتاجية او شوية بقى المسألة الانتاجية بقى فيها ازمة في السوق شوية السنة من نفس الحكاية فالمسائل شوية محتاجة دراسة محتاجة لانه ده سوق ضخم جدا وكبير طب هل الفنان هو له اسلوب او وجود كبير ان هو بقى بطلبه ارقام كبيرة شوية الله اعلم هو الكلام ده صحيح او غير صحيح ده جزء من الازمة فعلا الانتاجية بصي انا هريحك عشان القصة دي الناس كلها بتتكلم فيها ياريت ياريت تديني المعلومة ان يقوم الجزئية دي انا شايفها دايما زي بالضبط يقولك العرض والطلب يعني ده معنى سيم من الناس مطلوب ومطلوب من قناة من كبرى القنوات عايزين مسلسل لفلان الفلان اختاروا ورق ويعملوا عمل ضخم بالرقم ده لان القناة عندها نسبة اعلانات بتكسبها بسبب وجود هذا الشخص بمسلسل عندهم او الفنانة الكبيرة نفس الحكاية عندهم في القناة فبتكسب فهو كمان بيروح طالب وفق ده رقم يناسب اسمه ويناسب وضعه خلاص عشان قاطر يعمل ده اللي انا شايف انه في الاخر فيه حلقة متصلة للقضية مش قضية الفنان اللي بيت له فلوس لوحده لو هو بقى الرقم بتاعه طاغي على رقم الانتاج بتاع العمل دي قزمة منتج وقزمة قناة وقزمة وكالة الاعلانات دي مسألة محتاجة لكن في الاخر انا مش ضد انه حد نجح ما هو بره لما تجي تبصت ليه واحد ياخد مئة مليون دولار خمسين مليون دولار سبعين مليون دولار ليه؟ الصناعة مختلفة بره في الاخر اسمها الصناعة في الاخر فيها العرض والطلب في الاخر فيه النهاردة كريستيانو رينالدو مثلا اي كليكاية بيعملها على الانستجرام بياخد رقم داخل في حوالي تسعمائة مليون يورو ولا دولار عشان قاطر الكليكاية اللي بيعملها العالم اختلف شكل البيزنس اختلف فاحنا كمان ما نقعدش نبوافين عنده هو فلاني الفلاني بياخد الرقم ده كله ليه؟ ما ياخده لا بس في موهب كتير موتا واجدة ما بتاخدش ربع الاركم بتاجنزي او ماشي كمطلوب كقناية بس في موهب بجد دي قضية اخرى ما هي نفس القضية ما احنا اللي وصلناهم لكده لا بس احنا عشان نحط بعد اذنك احنا عشان وصلت لحضرتك ان انت نبروان ان انت بيش غيرك على السحر الفنية اكيد هتعارض انما لو حسست ان ليك منافس اثنين وثلاثة واربعة في ناس كتير بتعرف تمثل كويس وده بنشوف ونقول ده تمثيله حلو بس نشو يوخد فرصته ما احنا اللي وصلنا الفنين وهم يعملوا كده اول حاجة لازم ناخد بالنا منها انه في الاخر فكرة مين بياخد كم ده ملوش علاقة بجزئتين احنا عندنا موهب كتير اعظم اعظرا بمعنى ان انا دلوقتي لما يكون عندي فنين كتير قوي وده فرصة مثلا عمر القاضي بس من الصبر خالد الصاب احمد عازي احمد السق ومخليهم على طول عقس طاحة هم كلهم مش اثنين ثلاثة اللي بيشتغلوا في السق متوجدين معاي لأ بشغل الكل انا كمونتج يعني انت حضرتك كمونتج فبالتالي مش هخليك تبالغ في الاركام دي هقول ايه لأ هنجيب تاني لو انت رفضت هجيب تاني يبقى فيه عنصر اللي هو ايه غيرك فيه بديل طبعا طالما فيه بديل يبقى انا مش هاخد الاركام دي كلها اول حاجة نازم نبقى متفقين عليها ايه انه فكرة ان انا بقى فاتح المجال امام المواهب الاخرى وعملية التصعيد والتفريخ ده شيء وانه النجم او الفنان او ايا كان مين هو اسمه مطلوب من المؤسسات اللي بتشتغل الميديا عموما او بتشغل عالم الاعلان ده واقع تاني اخر فبالتالي النهاردة هي مهمة الشركات الانتاجية ايه ايه انها تبطي تعمل عملية تفريخ يعني في الاخر لو انا عندي خمس نجوم بس في السوق ده محتاجيني بقى عشرة وخمس تاشر ده اللي انا بقول عليه اه بس ده ملوش علاقة بالشخص الاخر بياخد رقم تم المنتج يرفض هيرفض بس سواني هيقولت الوقتي مطلوب بالاسم بس ده ما يبقى عندي عشرة او خمس تاشر اقول غيري هيعمله فهضطر اعمله بالرقم المتاح صدقيني هي الفكرة كلها مش فكرة مؤسسة واحدة مش فكرة شركة الانتاج بس ما هو لو عشركة الانتاج هو اكيد مش حابب انه يطلع ما ينجيبه رقم ضخم قد كده ويبقى هو مش واسخه عمره ما هيخش يعمل كده وهو في حالة راسك ما فيش مغامرة خلاص هتخطى الموضوع شوف حلقة تانية في دعية حلقات اماله احلام عمر القاديو ده ايه؟ ان انا افضل بعمل اللي بحبه يعني انا عندي طموحه احلام لا تنتهي وعشان كده انا دايما مش ببص ان انا عمري ممكن يبقى نهايته فين؟ نهايته فين ده بيضرب بنا لكن في الاخر بافضل احلام ان طول الوقت انا عايز اعمل ايه؟ وانا بحب اللي بعمله الحقيقة وعايز اظل طول الوقت ابقى بعمله اللي بحبه واللي مقتنع به لأ انا عاجبني اقول ان انت مصر وعندك باور انت تعمل ده ومشتعدي انا قبلت نجوم كتير اهاتق معهم دايما يوك الحظ النصيب انت لأ معانك سنك صغير انت تطور من نفسك بقى فيه جديد عندك قابلية بلا بعشرة خمسطة كمنتج عندك روح ان انت تجدد ده لابتالي انا مبصولة من اجن ياريت كل الناس كده والله الحمد لله يعني واكيد في ناس كتير كده بس في الاخر ان اقدر اقول انه الممثل هو اللي عامل فيها كده مش الممثل الممثل انا طول الوقت بحلم بشخصيات وبحلم بمشاريع وبحلم بافكار المنتج بقى هو اللي بيدانها لكن الاساس اللي خلق الوعي واللي خلق التراكمات واللي خلق انه فكرة اقرأ ايه واتفرج على ايه وطول الوقت بربط المواضيع ببعضه ما بفصلش الواقع عن فكرة انا بفكر في ايه ده الممثل ايه الدور اللي عامل القاضي بيحلم ان هو يعمله في احلامه بعيدا ان انت منتج بقى نقول في الواقع بقى كمان مش في الاحلام انا بقى اتعمل على انه كل حاجة واقعة ما فيش حاجة مستحيلة نفس اعمل قصة حياته يعني الدكتور العالم يحيى المشد الحقيقة هكو من انتاجك ولا هتستانا يتعرض عليك الله اعلم يعني انا طول الوقت بشتغل على من انتاجي وغير انتاجي يعني في الاخر كل شيء متاح طب انت نفسك تقف قدام مين وتعمل دور تكون مستمتع من مين اكتر فان انك تقف قدام تكون مستمتع وانت بيتمثل معا لا فيه عسات زع كبار كتير زي من الديني ازائي لا بلاش ازامي عشان خاطر ما نحبش نزعها لحد لكن في الاخر فيه اسماء كتير جدا طبعا الواحد يتمنى يشتغل معاها وفي نفس الوقت يبقى فيه حالة متعة فنية والواحد تشغل معها هل ممكن نشوف مسلسل قريب انتاج عمري القاضي؟ والد بس انا مش مش مركز او في القصة دي انا الحقيقة تركيزي الاساسي كله منصب في السنة فيه حاجة ليك في رمضان؟ لا عشان متعرضش ولا لا مش عايد لا متعرضش علي الحاجة لا غلش حاجة لحد الوقتي ما بيش لا خلص بقى رمضان كمان ساعتين صحة بخلص يعني طيان هم تصحب للوقتي يا رب مرس في ظل الصعبة دي ربنا يعين اللي عنده مسلسل لرمضان يعني خلاص رمضان دلوقتي دايما في شغلتنا بنقول خلاص بيقعدوا يغيذوا بعد ويقول لك فاضل على رمضان اربعين يوم فاضل على رمضان خمسة وتلاتين يوم عارف انت وكل ما يتقال الرقم تحديدا الإخراج والإنتاج بهم أكثر ناس متكركبين كان الله فعلا يعني مصر دلوقتي فقدت كدوة فأنا أنت أقول لك لا ده كدوة السينما فقدت الكلمة دي إنه وده واحد الصناعة نفسها حد بيعمل صناعة يكون كدوة كفنان يقول لك إيه الفنان ده بجد بعمل أدوار كويسة جداً كدوة نحن نقلده اللي هو بيدي رسالة ده مازال موجود ولا يعني كان عندك محمود عبد عزيز أحمد زاكي كدوة نور الشريف طبعاً عمل حاجات كتير كويسة جداً طبعاً الله يرحم أحمد زاكي كتير طبعاً من أسماء بس في حد متواجد على الساحة الفنانية دلوقتي قدوة ولا قدوة بالنسبة من للجمهور أول حاجة لازم نتفق عليها إنه ممكن الأستاذ أحمد زاكي الأستاذ محمود عبد عزيز والأسات ذاكبار كلهم عشان ما بقاش بقى ده أنسى اسم حدي ممكن يبقى قدوة بالنسبة لنا كممثل لأنه أنا شايف أننا ممكن أخذ منه حاجات كتيرة جداً على مستوى العملي لكن بالنسبة للجمهور الأستاذ الكبار ما طرحوش نفسهم كقدوة إحنا اللي صنفنا الجمهور اللي صنف الجمهور يصنف بالحب الفني بيعمل فن كويس بيعمل فن كويس فيبقى مش قدوة هو في الآخر بالنسبة له قدوة فنياً لكن مش قدوة اجتماعياً ليه؟ عشان بس النقطة دي مهمة قوي لأن احنا طول الوقت عايشين في إشكالياتنا يا ريت آه الممثل بني آدم الفنان مهما كان مشهور ومهما كان الناس عرفاه ومهما الناس كانت بتحبه وبترحب به فهو بني آدم متجوز ومخلفه أولاده في المدارس وعنده علاقاته الاجتماعية وأهله وقريبه وكل حاجة معرض أنه في لحظة يبقى متنرفز فمعرض أنه يعمل الصواب ويعمل الخطأ وكل حاجة في الدنيا فبالتالي دايماً الناس بتبص القدوة أنك لازم تمشي على الشعر مش عز ما يكذا بجد أنت نورتني وكيمة فنية كويتها جداً ويا رب كل منتجين مصري كويتها طبعاً هم متوجدين ودي دفع حلو قوي للشباب أنهما يفكروا في الإنتاج وأنا تشرفت بحضراتك النهاردة والكلام لو تكلمنا منها البكرة مش هيخلص أشكر حضرتك أشكرك جداً شكراً لك شكراً وبكده من خلصت حلقاتنا استنوني في حلقة جديدة اشتركوا في القناة